اصبحنا واصبح الملكه لله والحمد لله لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملكه والحمد يوحاميته على كل شيء قدير ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وحشتوني كتير شكرا لكل الناس اللي بتسأل عني يا شامائي اللي عايزين فيديوهاتك ترجع تاني وعايزين فيديوهاتك النشاط بتشجعينه فكده اي خدتلكم النهاردة لقطات كده سريعة كان عندي نهاردة تنظيفة عميقة في الشقة فبدأت بقى خرقت كل الحاجة طبعا اللي تحت السرير لاني كنت بخسل البطاطين يعني خلصت غسل البطاطين ففي حاجات هشيلها تحت السرير في حاجات هحطها اطلع الشنطة عشان بقيت الصيفي وبدخل بقيت الحاجة اللي كنا مخلناها شيتو لاني الجول الفترة الفتاك كان لسا نص 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 بمركن دي كانت اخر بطانية معايا كانت مخصولة هي دي اخر واحدة لك انا بقى كله غسلت واحدة بواحدة وخلاص نشفه بحطهم في الأكياز بتاعهم طبعا خرقت بقى كل الحاجة اللي تحت السرير والمراتب وخرجت السجاد بنضف البلاكونة الاول وبعد كده خرجت فبقى البطاطين وكل حاجة الحاجة اللي عايز تتشمس وتتهوى وبمسك بقى غرفة غرفة بخلصها بقى مزعفة بقى الاول هنضف بقى الشبابيك والبلاكونات من الاتربة اللي موجودة فيها يعني نزل الاتربة عشان هم اكنوسها مارجعش هنفض تاني وتتعفر تاني الناحية التانية برضو من البلاكونة واردتكم الناحية القول دي كنت متلعة في المراتب وجزء من السجاد ودي البلاكونة الناحية التانية اا طلع فيها بقيت السجاد وطبعا حطته كده على ظهره عشان العفار والتربة بقى جديد يعني في الصيف اا فما يتعفرش ويتبهدل معي طبعا ما شاء الله بس شمس اصلا كتطلعة حر 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 يعني يا اللهم اجرنا من عزب النار اللهم اجرنا من عزب النار اللهم اجرنا من عزب النار اللهم عيننا سلق الجنة هم يقربنا الله من كون العمل بصراحة هو الصيف بقى الحر ده عايز كده شيل وكنس وبلبطة شوية مية يعني بعد ما خلصت كده السجاد بقيت سيبت الصالة كده من غير فرش واما ايه كنت غسلة برضو الحفزات قلت عبا حطها كده هتبقى خفيفة بدات بقى بمسك غرفة غرفة زي ما بقول لكم كده بقى بمسك الشيش الشباكة هنضافه بالفرشة النعمة دي الازل الاتربة وزعافها وبعد كده اكنسها وبعد ما لمحها كده قوم بقى فرشة السراير ووفش الميليات وبعد كده عبقى هنا برضو همسك قدام باب الشقة اللي هو سلم عمسحه الاول برضو عشان قبل ما امسح الصالة بحيس لو الاولاد يطلعين داخلين ما يجيوش بقى اطراب من برة ويدخلوه على جوة فببدأ كده بالبلكونات والبرة وبقى كده اعمل الحاجة الجوة هدخل برضو غرفته من دلوقتي بقى هفتح الشباك يعني فيه الشمس طالع مع شوية حوايا فالشيش ده كله مفتحه يوم مقفول تاني فهفتح بقى الشباك لقول كده ونضفه وهغير بقى لهم الميليات وزبط الغرفة آآ وبعد كده هلمعينهم برضو الخشب الملمع ده اول مرة استخدمه هو من الميوي نازل جديد يعني بس بصراحة ريحته حلوة في ريحت اللمون قوية جدا آآ بيسيب ريحة حلوة يعني في المكان وبلمع كويس يعني كنت بحب هو بريز بس بريز ده بتمنع شوية من الميوي وبعد كده نزل النوع الجديد ده فريحته حلوة بصراحة يعني بس كده فعلى طوبة لقول اللهم اني يبرأ من حول قواتي والجاء لحول قواتك هذي قواتي المتين وان شاء الله ربنا يعيننا واقوينا وتخلصكم الوراكي اشوفكم على خير فيديو جديد وسلام عليكم